أهلا بك ربيع معك ربيع سنتحدث عن الربيع ربيع أريد أن أسألك حول اسمك ما تاريخ حلول فصل الربيع بالضبط لأنه كل مرة يتغير وهذا هو السؤال الذي يطرح كل سنة خاصة وأن احتفالات عديدة تتزامن وهذا التاريخ كالنوروز مثلا الربيع وعيد الربيع الأمازيغي نعم ويحل الربيع رسميا في النصف الشمالي للكرة الأرضية عندما تكون مدة النهر والليل متساويتين تماما وهذا ما يسمى بالاعتدال الربيعي قد تكون مثل رفيق تعلمت في المدرسة أن الفصل الجميل يبدأ في الحادي والعشرين من مارس آذار وهو كان كذلك أغلب الوقت في القرن الماضي القرن العشرين لكن في الحقيقة موعد حلول الربيع ليس قارا ويتغير لقد حل هذا العام الأربعاء الماضي في العشرين من مارس آذار وبالضبط على الساعة التاسعة وثمان وخمسين دقيقة مساء بالتوقيت العالمي الموحد خلال قرننا هذا سيحل الربيع غالب الأحيان في العشرين من مارس وليس الحادي والعشرين منه بل وسيحل في التاسع عشر من شهر مارس عدة مرات عشرين مرة بالضبط ابتداء من عام الفين واربعة واربعين ولن يعود الربيع ليتزامن مع الحادي والعشرين من مارس آذار إلا خلال عام الفين ومائة واثنين أي مع بداية القرن المقبل إذن موعد فصل الربيع ليس قارا لماذا؟ للإجابة على هذا السؤال يجب التذكير بكيفية الانتقال من فصل لآخر الأمر ليس مرتبطا بالتواريخ في تقويمنا وأجنداتنا بل بالفلك وبحركة الأرض والشمس وموقع كوكبنا الأزرق من نجمنا كما قلت هناك اعتدالان في السنة الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي في كل منهما مدة الليل والنهار متساويتين في جميع أنحاء المعمورة مع ذلك مدة الليل والنهار تطول أو تقصر لماذا؟ لأن الكرة الأرضية مائلة بالمقارنة مع مدارها حول الشمس بزاوية 23 درجة ونصف الدرجة تقريبا الأرض غير مستقيمة أمام نجمها وبفضل ذلك نعيش فصول السنة الأربعة الاعتدال الشمسي يحدث عندما ينطبق مركز الشمس تماما على خط الاستواء رفيق لكن أنا ألح على هذا السؤال لكن هذا لا يفسر بالتحديد لماذا موعد الربيع يتغير ولإجابتك رفيق هناك عاملان عاملان أساسيان الأول تملم المحور ضوران الأرض من جهة والثاني التقويم المعتمد من طرف الإنسان لحساب الشهور والأيام من جهة أخرى نبدأ بمحور ضوران الأرض على نفسها هذا المحور يتململ ويتغير بشكل طفيف هي ظاهرة عادية لدى أي جسم يدور حول نفسه كلعبات البلبل أو ترمبية كما يقوله المغاربة هو تغيير بطيء ومستمر لاتجاه محور الأرض لا نشعر به كبشر تدريجيا ترسم حركة محور الأرض مخروطا وهميا تكمل دائرته العلوية كل 26 ألف سنة تقريبا الظاهرة تسمى رسميا أكسيال بريشيشن بالعربية مبادرة الاعتدالين وهي ظاهرة تؤثر إذن على موعد حلول فصل الربيع لكن ماذا عن العامل الثاني؟ نعم العامل وهو العامل الأهم ربما وهو التقويم المعتمد في أغلب دول العالم ما نسميه في الدول العربية بالتقويم الميلادي تقويم مدته 365 يوما في السنة الواحدة لكن مدة دوران الأرض حول الشمس تزيد عن تلك المدة بقليل إذ تطوف الأرض حول نجمنا مرة كل 365 يوما وخمس ساعات و48 دقيقة و45 ثانية بالضبط الفرق بين السنة الفلكية والسنة الميلادية معروف منذ القدم لذا تم زيادة يوم واحد كل أربع سنوات في شهر فبراير وهذا ما يسمى بالسنة الكبيسة غير عن ذلك يبقى غير دقيق بما فيه الكفاية إذ لوحظ في القرن السادس عشر أن التقويم الجولياني كما يسمى نسبة لجول سيزاغ أدى إلى تقديم موعد فصل الربيع إلى الحادي عشر من مارس أذار وإذا استمر الفرق بين السنة الفلكية والسنة التقويمية فقد يحل الربيع شتاءً أي خلال شهر يناير أو صيفاً في شهر يوليو أمر لم يكن مقبولاً لدى المسيحيين بسبب مواعيد عيد الفصح وتقوصها لذا قرر بابا الفاتيكان غريغور الثالث عشر وبعد اقتراح من فلكيين وعلماء رياضيات قرر عام 1582 اعتماد نظام جديد يسمى بالتقويم الجريغوري نسبة لذلك البابا يلغي فيه بعضاً من السنوات الكبيسة بالضبط تم إقرار أن بداية القرون لن تكون كبيسة إلا إذا كانت قابلة للقسمة على أربعمائة مثال على ذلك شهر فبراير عام 1600 كان من 29 يوماً أي كان العام كبيسة عكس عام 1700 و1800 و1900 ليعود عام 2000 ويكون كبيسة هذا الحل حل مرض رفيق ما زلنا نعتمده اليوم فالفرق بين السنة الفلكية الحقيقية والسنة في تقويمنا لم يعد يقدر إلا بيوم كل ثلاثة آلاف سنة لكنه كافل للتأثير على موعد حلول فصل الربيع رفيق هذه إذن كانت نظرة فلكية لفهم ارتباط ما يحدث في السماء بما يحدث على أرضنا من تغير الفصول وحلول الربيع وزهوة الطبيعة وانشراح صدورنا بهذا الفصل فكل شيء مرتبط ببعضه البعض فلنتذكر ذلك كلما سمعنا رفيق أغنيا عن الربيع أو قرأنا شعرا عنه كالذي يقول ورد الربيع فمرحبا بوروده وبنور بهجته ونور وروده